اشتركوا في القناة اهلا بكم متابعين في قناة عرب جول اخبار سؤالنا اليوم هل تتوقع ان ينجح باريس في ضم رونالدو لمزاملة ميسي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والان الى التفاصيل افادت صحيفة ماركا الاسبانية بان الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس انجرمان قد وصل قبل ساعتين تقريبا من موعد التدريبات الجماعية في فريقه الجميع تحت قيادة المدرب بوكوتينو ووصل ميسي في تمام الساعة التاسعة والربع صباحا بتوقيت فرنسا بينما كان الميران في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يأتي ذلك في ظل رغبة ميسي في التجول في النادي ورؤية المرافق والحديث مع الجهاز الفني قبل البداية وهذا ما يؤكد عزمه على تقديم كل ما لديه مع سانجرمان وتواجد ميسي في ميران باريس لا يعني انه سيشارك في مباراة الصبت المقبل امام ستراسبورغ في الجولة الثانية من بطولة الدور الفرنسي خاصة انه عاد للتوم اجازة صيفية وغير جاهز على المستوى الفني والبدني وسيحتاج لبعض الايام لانه لن يشارك في الميران الجماعي بل سيكتفي فقط بالتدريبات المنفردة وصالة الجم حتى يستعيد لياقته البدنية قبل الانضمام الى زملائه في سانجرمان كشفت صحيفة لكيب الفرنسية رفض كيلان انبابي لاعب باريس انجرمان البقاء داخل صفوف النادي الباريسي مجددا ومطالبته بالرحيل خاصة بعد تعاقد ادارة النادي مع ميسي واوضحت لكيب ان انبابي لا يرغب اللعب بجانب ميسي في مفاجأة حزينة لجمهور النادي الباريسي خصوصا انه كان قد تقدم رسميا هذا الصيف بطلب الرحيل عن سانجرمان حتى قبل انضمام ميسي الى الفريق واشرت الصحيفة لان انبابي رفض سابقا تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل في ظل رغبة الانتقال الى تحديات جديدة خصوصا امكانية الانضمام الى ريال مدريد الذي ابدى في اكثر من مناسبة رغبته بالتعاقد مع نجم المنتخب الفرنسي كما صلطت لكيب الضوء على ان انبابي لم يظهر اي تفاعل مع انضمام ميسي الى سانجرمان على عكس باقي زملائه في الفريق ذهب اخوال لابورتا رئيس نادي برشلونة لزيارة الفريق في مقر التدريبات لكنه لم يشرح فقط وداع ميسي وشرح الوضع الاقتصاد الصعب الذي يمر به النادي وقال لابورتا للعبين تحدثوا الى وكلائكم لقد كان بيكي مثاليا بالفعل وتم تخفيض الراتب الان حان دوركم ونظر الى بوسكيتس والبا وروبيرتو ادركوا في تلك اللحظة انه لا عودة الى الوراء وميسي كان يغادر الكامب نو وكان التعليق بين لعبي برشلونة انها ضربة كبيرة لنا نشعر بخيبة امل من الرئيس الجميع باستثناء جويرو المصاب كانوا حاضرين في حفل وداع ميسي في الكامب نو بكى بيكي وكانت مشاعر تيريش تيغن واضحة اما في سان جرمان من اوائل من تواصلوا مع ميسي كان صديقه نيمار وسأله هل تريد القميص رقم عشر فرفض ميسي نيمار والثنائي الارجنتيني ديماريا وبرديس كانوا جميعا معا في مأدبة عشاء في ابيزا لسبوع الماضي وقالوا لميسي تعال تعال الى باريس ان جرمان اكد دانكان كازلز صحفي سندي تايمز البريطانية ان خيار الاند الاول حينما يحين موعد الرحيل عن دورتموند سيكون ريال مدريد ويراقب الريال بالاضافة لمانشستر يونيتد وغيرهما من عمالقة اوروبا وضعية الدولي النرويجي مع دورتموند ومع بقاء كافاني لموسم اخر مع الشياطين الحمر ركزت ادارة اليونيتد جهودها لتأمين صفقطي جادان سانشو ورفئيل فران في سوق الانتقالات الحالية وخطط المدير الفني اوليغونار سولشير لجلب مواطنه الشاب الى اولد ترافورد صيف العام القادم لكن هذه الطموحات ستتبخر اذا مختار الاند فعليا ارتداء قميص المرينجي يذكر ان النجم البالغ من العمر 21 عاما سجل لدورتموند 60 هدفا في 60 مباراة خاضها في جميع المسابقات انضم اللاعب للعملاق الالماني في ديسمبر عام 2019 في عقد يمتد حتى صيف 2024 يخطط نادي باريس سانجرمان من اجل التعاقد مع كريستيانو رونالد جناح وهداف نادي يوفينتوس بعد ايام قليلة من التعاقد مع غريمه التقليدي ليونيل ميسي وانضم ميسي الى سانجرمان بعقد لمدة عامين حتى يونيو 2023 وينتهي عقد رونالدو مع يوفينتوس في يونيو 2022 وقالت صحيفة آسل اسبانية ان رئيس باريس سانجرمان يفترض ان كيلين بابي لن يجدد تعاقده مع الفريق الفرنسي ولكنه لن يسمح له بالرحيل الى ريا المدريد الا في نهاية موسم 2021-2022 واضافت ان رئيس باريس سانجرمان حدد البديل المناسب في حالة رحيل مبابي وهو كريستيانو لكنه لن يبيع الفرنسي وانما يجهز للتعاقد مع من يعوضه فيما اكدت صحيفة لكيب الفرنسية في الساعات الماضية ان مبابي لا يرغب في التجديد مع سانجرمان بل وغاضب من التعاقد مع ميسي من قبل الادارة وطلب بالفعل الرحيل لذلك يرى لخلافي ان رونالدو سيكون ورقة رابحة للتعاقد معها في يوليو 2022 حيث سياد البرتغالي بدون اي مبالغ مالية وبالمقابل سيرحل امبابي مجانا ذكرت شبكة سكاي سبورتس ان نادي ريا المدريد الاسباني يخطط للتعاقد مع الالماني انتونيو روديغير مدافع تشيلسي خلال المريكات الجاري ويبحث ريا المدريد عن ضم لاعبين جدد خاصة في مركز قلب الدفاع بعد رحيل ثنائي راموس وفاران وبالفعل تعاقد ريا المدريد مع ديفيد الابا مدافع بايران ميونيخ السابق لكنه يطمح للتعاقد مع مدافع اخر يشارك بجانب النجم النمسوي في الموسم الجديد واكملت ريا المدريد من بين الفرق التي تراقب قلب دفاع تشيلسي روديغير وستسعى لحسم الصفقة هذا الصيف واوضحت ان عقد الدولي الالماني سينتهي مع فريقه الحالية تشيلسي في الصيف المقبل لذلك اذا رفض النادي الانجليزي رحيل اللاعب فسينتظر الاخير لشهر يناير من اجل التعاقد مع اي فريق اخر وبالنظر الى خسارة ريا المدريد لخدمات راموس وفاران فان النادي الملكي قد يغرى اللاعب الانضمام له هذا الصيف ومحاولة التفاوض مع تشيلسي على السماح له بالرحيل يكثف مسؤولون نادي برشلونة الاسباني جهودهم لحل ازمة تسجيل الهولندي من فز ديباي مهاجم البارسة من اجل اللحاقه بمباراة ريال سوسيدات في افتتاح الليجة يوم لاحد القادم وذكرت صحيفة سبورت الكاتلونية ان ادارة البارسة تسارع من اجل تسجيل الهولندي ديباي لدى رابطة الليجة حيث انه لن يتم اتخاذ هذه الخطوة بسبب كتلة الرواتب والعدد الزائد عن الحاجة داخل قائمة الفريق واضافت ان مدرب الفريق كومان واثق في انهاء مسؤولي النادي خطوة تسجيل ديباي من اجل لحاقه بمباراة ريال سوسيدات الافتتاحية في الدور الاسباني واكملت ان ديباي قد يساعد نادي برشلونة في خطوة تسجيله لدى رابطة الليجة خاصة انه يحصل على مكافآت وحوافز اكثر من الراتب الثابت واللاعب يتفهم الوضع جيدا في الوقت ذاته فان برشلونة لن يتعجل في تسجيل الارجنتيني سيرخيو اكويرو بعد اصابته وغيابه لمدة تصل الى شهرين بالاضافة الى ايريك جارسيا والذي عاد لتدريبات البارسة امس الاربعاء اشتركوا في القناة